مجلس الشورى تسعمائة وستة وسبعين الذي يهدفه إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ من خلال استبدال نص المادة 424 بنص جديد مفاده تعديل المادة بإضافة حكم ينص على رد ما تم اختلاسه في جريمة الاختلاس في القطاع الاهلي وقرر المجلس إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وأجراء التعديلات المقترحة على عدد من مواد المشروع ثم سارض المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل مادة من قانون الإجراءات الجنائية وقرر المجلس إرجاء مناقشته لمدة إسبوعين بناء على طلب الحكومة الموقرة كما بحث مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة والمتضمن تمسك اللجنة بتوصية لجنة الخدمات السابقة القاضي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون وذلك كونه يتوافق مع سياسة عامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنح الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة إلى ذلك أرجاء المجلس مناقشة التقرير التكملي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ناقشنا اليوم موضوع الاختلاص وفق المادة 424 وهي تعتبر من نصوص المواد المنصوص عليه في قانون العقوبات المتقدمة لأن شمل الاختلاص سواء يحدث على مستوى القطاع الحكومي ومشمولا فيه القطاع الخاص فجرم طبع وفق القانون النافذ هناك تجريم لفعل الاختلاص النص المراد الإضافة إليه اللي هي الحكم برد الشيء المختلف سواء كانت السندات والمنقولات والأموال طبعا هذا الإضافة تتماشى مع طبيعة قانون العقوبات البحريني بشأن العقوبات الفرعية التكميلية كثير منها كان موجود أنها كعقوبات وجوبية أن يحكم القضي بالرد فيها وهذا تعتبر فعلا حفاظا لأموال والأشياء المملوكة للقيرة التي ممكن قد يضار منها من جراء فعل الاختلاص فلذلك تم التوافق على أن تأخذ المقترحات التي تم إعطائها في اللجنة في المجلس لكي تحال إلى اللجنة لدراستها وتقديم التقرير متكامل في ظل النقاش الذي تم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر